الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله أقدم لك مجموعة من الحلول لمشاكل السحابات بمختلف أنواعها أو ما يصطلح عليها عندنا في المغرب بالسنسلة فإلى التفاصيل مرحبا بك مجددا واحدة من المشاكل التي نعاني منها أحيانا هي أن السحاب يكون عالق على هذا الشكل ولحل هذه المشكلة كل ما استحتاج إليه هو قلم رصاص فقط تقوم بفركه على أسنان السلسلة أو السحاب على هذا الشكل إيه وراء الآن أصبح في الإمكان تحريك السحاب بدون أي مشاكل أيضا أحيانا نعاني من مشكلة أن السحاب يفتقد إلى الماسك في هذه الحالة يمكنك استخدام مشبك الورق فقط تقوم بإدخاله على هذا الشكل وكما تشاهد معي تم حل المشكلة بنجاح وهذا كحل مؤقت بطبيعة الحال إلى أن تستبدل السحاب أو الماسك للسلسلة بالكامل أيضا من المشاكل التي نعاني منها أحيانا خصوصا عند ازدياد الوزن أن بعض البناطيل أو السراويل تصبح ضيق نوعا ما وبالتالي من الصعب أن تقوم بإحكامها لحل هذه المشكلة يمكنك استخدام ماسكة المفاتيح فقط تقوم بإدخالها على هذا الشكل في السلسلة أو السحاب ثم تقوم بتعليقها في الصدفة على هذا الشكل كما تشاهد معي وبالتالي ترصدي بنطالك حتى لو ازداد وزنك قليلا أو صار السروال أضيق أيضا من الحلول التي يمكنك استخدام وافحة لمشكلة السحاب العالق هو دهنه بالقليل من الفازلين كما تشاهد معي أو أي معجون لزج من قبيل الزبدة أيضا القشدة وبعض المراهيم أو المرهمات التي تكون عادة في أغلب منازلنا وواحدة من المشكل أيضا الشائعة جدا مع السحابات هو أنه بعد إغلاق السحاب بشكل عادي فإنك تجد بأنه إن فتح من الأسفل على هذا الشكل لحل هذه المشكلة كل ما عليك فعله هو تضيق السحاب قليلا تضغط عليه بأي أداة لكن لا تضغط كثيرا حتى لا تغلقه بالكامل فقط ضغط بسيطة جدا والآن يمكنك أن تغلقه كما تشاهد معي بدون أي مشاكل إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة ثم الاشتراك في القناتين الأولى والثانية ليصلك جديد موقع مشروح كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com.com وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته